أعتقد أبناء الأهل القدامة أو أي حد بيحكمنا بينه وبينه بينه وبينه المنطق إذا تحدست بمنطق هنرد عليك بمنطق لو ما تحدستش بمنطق هنقول أنت افتقدت المنطق في إيه؟ والأهم إن كفانة بقى فكرة المقارنة ما بين كارتيرون ومسيماني أعتقد يا جماعة اللي بيتفرج على كورة مجرد من أي انتماء يعرف إن الفرق كبير جداً بين مدرب بيلعب في دور أبطال أفريقيا وبيكون عنده زي ما قلنا لعبين بيجولوا بيلعبوا عنده كاسة العاملة الأندية كمدة إضافية ملعبش فيها نادي الزمالك وبيرجع لعب زي حمدي فتحي اللي قلنا كان بيشارك قدام الكاميرون وبيشارك قدامك الدفار وبيشارك قدام السنغال ويرجع كل دول يلعبوا ويرجع يلعب في دور أبطال أفريقيا ويحقق الفوز في ويحقق قصدي النتيجة إيجابية خارج الأرض حتى بالتعادل ويحقق شكل بالنسبة لنا مرضي نسبياً ويجي البعض يسمع مدرب آخر في الدوري بيتكلم ويقول أصل لعب عندي مجهدة هنا أنا لا أقول ثانية واحدة أوقف عند راجل اسمه موسيماني لما خرجنا بالتعادل طلع أول كلمة قالها بعد المتش إن لما بيتقال له من المراسل إن نتيجة إيجابية قال له نتيجة إيجابية النتيجة الإيجابية بالنسبة لي هي إن أنا حقق الفوز ده النتيجة الإيجابية عوامل أو ما خرجناش بأفضل شكل ده أقر بيه ولكن ما أقدرش أصف بفكرة النتيجة الإيجابية ده طموح مدرب وده طموح مدرب فما فيش مجال للمقارنة اللي أنتو بتعقدوها وأعتقد في المواجهات المباشرة كمان كان الفرق واضح وبالخماسية وأعتقد تلاتة اربعة تلاتة هتبقى من النهاردة طريقة جهنمية جدا أعتقد بيت سمسماني بيرسم الخط والبعض بيمشى عليه ولكن البعض بيحاول التقليل من بيت سمسماني أنا مش فاهم ليه أو ممكن أكون فاهم بس أنا عامل نفسي مش فاهم ليه دايما التقليل من بيت سمسماني شكرا